نحن في 2019 ونظر على السيمو وعلى الأخطاء اللي دار في القرقان والتناقضات وزيد وزيد ولكن إلا جينا نشوفوه ما كان ضنش السيمو كان كيتوقع بالله هذا الخريف دياله غيستمر حتى الدابق يعني ما كانت له هدف دياله أن الناس في 2019 يأمنوا ذاك شي اللي جاب كان قادي الغارات في ذيك الوقت أعرف كيفاش يلعب على العقول ديال الناس وقدر يجمع مافيا كبيرة باسم الدين وفي الأخير قدر يرجع لقبيلته مع جيش كبير ويتخليها معزز مكرم خلاصة القول السيمو مقود وعرف من أين تؤكل الكاتف السيمو مش مقود وما عرفش من أين تؤكل الكاتف السيمو محدود قاعد إصدقات لهم شي لعبة راي محدودين كانوا الناس أكثر دكاءً من سيمو وكانوا الناس أكثر قوة من سيمو وما تفكروش لأن على حساب الظروف اللي أنت عاشتي فيها يعني الملبسات ديال الحادث فتما كينا بالمرة تصدق لك والمرة شحال من واحد ما اصدقات شلي الدعوم ووش حال من واحد تصدقات لي الدعوم ورا مش بزاف اللي تصدقلهم الدعوم ورا مش بزاف formation. بما بالمئات الالاف ومن الم massa لا يتم الإعادة. ما كان ولهما مية سنة ثلاث قبل ف проч من التواشن Instead of something we are not розwell about it. لكن أيضا عندما يتيجون صادقات خروانية مما يتصبه because oftentimes everything is good. هدرنا قبلها مثلاً على الإمبراطورية الرومانية الإمبراطورية الفارسية كل هذو كانوا مضعض عين يعني كانت الأمور مهيئة إليه بزاف بزاف اللي حوية يصدقوا له نفس الشيء دوك الأخرين يعني شحال من واحد من هذو اللي يصدقوا اليوم التعوى في القديم كون جو اليوم كانوا يخرم على اليوم التحق حال من واحد كان غادي يجي اليوم في الوقت ديال الإنترنت وبعدها حال من واحد ما تصدقش لي الدعوة شنو يا آخر دعوة صدقات زعمة مزيان في هذا الوقت هذا هو الصينتولوجي والتي الصينتولوجي يكون جات في هذا الوقت هذا ما كانش غا تصدق يعني في هذا الوقت بالذات يعني في 2018 2019 ما كانش غا تصدق صينتولوجي فاتت لأنه فوق الانترنت ووقت هذي بنادم ولا عنده واحد تشكو كبير ولا تشكك بزاف يعني مش سهل أنه تجي تدوخوا بشي هضراء ولادي دابا نفرضوا أن الله تتاصل مع شي واحد في هذا الوقت بالصح 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 هالإخوة شي واحد فعلن الله دابا طفعت عليه الشمعة وقال وارا هذي 1400 عام وخصني دابا طرمع شي واحد في الكرة الأرضية ما عنا عرف شاف ترامب ولا شي عاجل ما بغيها طرع عوديها طرمع الناس وخلا دابا بغيتي يتفرج مخلي الناس مصادعين واش الإسلام صحيح واش المسيحية صحيحة الملاير الناس وقع ما نصوق ما عندوش ديك الرغبة أنه يتخل بشي يقول لنا شنو الدين الحاق ولا شنو هذي ما عندوش الرغبة اللهم ديكوتي ديبريست في اكتئاب وقالنا تنحس بدلي تصفتو لي رسائل الاكتئاب ما يكو مكينيش في الواقع وقال الله اللي تصفتو مهم مريح ما عندوش ولكن واحد نارجا قاللك اوكي أنا غادي نتصل بشي واحد كايدير يتصل دابا مع رسول ولا شي عاجل اللي تصفت ليه جبريل عوثاني جبريل عوثاني يخصو يهباط ويقجي واحد سيد قلس في انستغرام ولا شي عاجل يجي هبط عليه جبريل وعليش غا يصفت جبريل يعني جبريل برأسه هيقول لي صفت لي اس ام اس ولا شي عاجل عليش غادي تسخسخني هنا نبقى غادي يطاير سبعمائة مليار مجرى وهذه صفت لي اس ام اس ولا رعا عندك جبريل غايعطي لله البروفيل ديال سيد جبريل غا يقول الله غا نطاقيه بالله تيار بنطاقيه ما عالي هنا كيفاش علاجة تخسيخ هذا كامل واش الله خاستوا يصوف بروفيل لفيسبوك باش يتتصل مع هذا النبي واش خاستوا بورتابل باش يقدر يتتصل به واش غاديه هبط عندو يفعفعو كيفاش غا تكون الأمور نفرضو انهو تتصل به هاي صفت ليه فرينس ريكوست فهلا فهو نفرضو تتصل به تصور الله ما يقدرشي تتلوغه في الكونت دياله ويقولولي خاسك تدير فيريفكاسيو ما عندوش تلا كارت ناسيون الكي هاي يديري يدير فيريفكاسيو فنفرضو اسيدي بأن الله قدري تواصل معه دخونه هذا غايف عرادا انهو تتصل به فعرادا تتصل به ودك سيد تيق انا مثلا الله تتصل به انا قل لي اشوف هشام اراني هادي سينين وانا تنسمع ليك او سوري را هادشي اللي كتيت تقول غالط را فعلا انا والله ورا هادشي بصاح ورا كنتا بغيت كنتا تكون ونبي ديال هاد الزامنه انا في الاول غاي سحابني عبهاكور فبينصير ولكن انا قدر نقول انا تيقت مثلا يقول لي اشي حويج اللي ممكنش نكون عارفهم الا الله فعاد نقول لي اوكي سامر انا انا غايب بغي غالنكاح لانا وخاي بنولي مشاكل تقنية وهدي وش حال محاجة تبص فيها الله العين ومشاكل بزاف غنقول لي اوكي في هادشي في النكاح يقول لي اوي كاين نقول لي سامر الله فانفردوا انني انا دبنبي شنو هي اول خطوة غندير واش غندير جروب في الفيسبوك واش غندير منشور دراري را عاجي المنشور را موهمة المنشور هادا بليز بارتاج واش كين شين بيها بقى يقولها صحابي بليز بارتاج بش يوصل للمسؤولين دي لحال غايبه او اوخات كنت تكتب هاد المنشور بدمه صحبي من قلبك تقول ليهم والله اتاج عندي الله اعتيش حال من واحدة يبقى يقول لك وانت اكتار من الهاتر نجايا وانت اكتار من هدي واجبنا التصور نشوفه وفين واصور لنا الله درنا شي سيلفي مع سيدا ربي عبدالخرى وعليك بالضحي فهنا غادي تمشيتها تشكي عند الله واراك كتبت ليهم منشور الناس اللي تتقلب على القباسات انا سندير لكم قلبك فهنا غادي تمشيتها تشكي عليه واراك كتبت ليهم منشور وما تيقني تشي واحد رخصني معجيزة فكي هايدير مسكين هدا يصاوب لك معجيزة دبا شنو هاد المعجيزة اللي غاديد غادي شنو اه شنو هايدير هايدير لك مثلا انك تولي تقدر تدير اه اه شي شي حاجة اللي مكينش في الفيسبوك يزيدك شي اوبسيون ايزيدك اوبسيون في الفيسبوك لانه دبا ما يمكنش اصحب يتواصل مع الناس بالهدرة و بالملاقية اه شي وحكا تجمعو في بالسنتر فيل را غا نوريكم معجيزة را ما كيش هاد الهدرة هذه خاس كتير معجيزة في الانترنت خاس كتير منشور شي لعيبة ها شي حاجة يعني انا سنظن بان الله حاشم على عراضه عارف بان القضية حمادت من نهار تصوبت المطبعة من نهار بدو ذاك الوسائل يالتي صالت تقادر يعني هناك من يقول ان الله تزيزن هناك من يقول ان ما بقاش الكلمة و ما بقاش ما بقاش ناطق هو لا ينطق ما زيزن الصامت هادي من اسماء الله الحسنة الزتاءنا الصامت يعني الملبد يعني ملبدها الصنم الساكن الخافت الباهت كل هادي اسماء جديدة دي الله الحسنة ما كينجوا المعدوم المعدوم المعدم الخرافي فهذا السيدة هادا ما عشان يدير دا بالله عليكم مش غديدة السيدة مولف غابة تكتب في الحجر شوية دا بالفيسبوك والانستغرام ودك شي شنا يصفت تويتر كاد دير تقنع الناس صحيح كاد دير تقنع الناس فمريح مريح دا بتا هو مقرد تمت يتفرج ما وكلامه صح وش ممكن لمايك اه دوك من اللتي يجيتي يدخل معارش علشنو كين الهضراء ما زلت تديرو هادش في 2019 فلطال تدخل معارش قاو تتكتب تتقولي كلامك صحيح عطيني لمايك قاو تتبردو كلامك صحيح هو برافو عليك اعطيني لمايك كينش واحد اصعبي تيكتب سميته وكابيت الليتر اساساسحي مجيسكيل وش كين واحد في 2019 تيكتب مجيسكيل ده روري زع ما باش نشوفوك زع ما من البعيد كسور 79 عندك مغالطات مغالطات انا رايت ان نشارك الناس القبسات و يعني لعيبات فاش مغالطات في الدين اخويا ولا ولا غتقول لنا على الله را عندو بروفيل في الفيسبوك طلعني نيولك 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 هوا جاكازة 691 تاوا كاتب ماجيسكويل هنشوفوه ادخونا كسور حيدولي هريد الاخوان طلعا اخويا كسور انا حيتلك اللعيبات اه لا مش انت اللي حيت طلعا اخويا لا ورا نقدروا نكونو غالطين يسرح لينا كسور وعلكم السلامة وحب الله وعلكم السلامة ياسي هشام اسمعوك عزيز حشان اقول لك اخيات قلت لقزاف ديالفيديوهات اغلبية لك شكتكون صحيح وزويني ولكن واحد بقاليه ديال اليوم القيام خربتيا حا خربت يوم قيامه خياشام بالمنظور الاسلامي انا كانترا معك اي 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 ايتنتكت هذا بالمنظور الاسلامي اوكي قلت بأن كيفاش أنا غد نتنعم في الجنة وأهلي وعذبون في النار قلتها أول ما قلتها قلتها آخو ها يعني قلتها واش معارش بأن القاعدة اللي في الجنة أن الجنة لا شقة لا قهر لا جوع أنك لا تضمأ فيها ولا تضحى ما تقولش هي واش ذكي لا تمسحها والتمسح ولا دعنا التمسح القاعدة اللي في الجنة أن الحزن ما كاينش أنت منك تقول أنني كيف سأناعم وأهلي وعذبون في النار يعني أنك غد تقهر غد حزن والجنة القاعدة الكبرى فيها أن الحزن ما فيهاش كيف ترتيلي هستهيش يعني الله غا يدير لنا كينات أنا تضرمك بالمنظور الإسلامي لا أنا أنا ويدير لك اللي بغا يدير لك لا أسمعني هستهيش لا أسمعني لك ولكننا خاسك تضرمعي بالمنطيق لا أهمنيش أنا الباكيرة بل منطيق ولكنك تضرمك بالمنظور الإسلامي كنت تضرم النصوص الإسلامية لا لا ماشي من النصوص الإسلامية هذا سوء كان تساؤل وصف أنا تنسوه يعني أنا تساؤل هذيرا درجي خطأ فادي حستهيش ما أسمح لي وحاولنا رمشي بغي نبانع لك أنا رأيك أنا ماشي خطأ رأي تساؤل ماشي خطأ أصدر رأي تساؤل قاعدة الكبرى لا ماشي تساؤل أنت قلتي كيف سأناعم وحضر لقطة وأنت تقول وأنا ماشي غمار حسلية إليك أنت نعم في الجنة ووالدي في النار وأصدر الجنة قلت لك فيها قاعدة أن الحزن ما فيهاش كمل سؤالك ونجاوبك من بعد سؤالي هو هي هذه النقطة منين جبتي بأنك رأيك ممكن تحزن في الجنة منين جبتيها طب هذا هو السؤال هذه المغارضة اللي بغيت نقول لك وسمح لي على تدخل المقابل شكرا عزيزي شكرا لعزيزي شكرا سيهيشام شكرا لك شكرا هذا أولا ماشي هذا رأيك مغالطة لأن هذا كان تساؤل يعني التساؤل ممكنش يكون مغالطة إذا متى تسول واحد سؤال تقول أوكي أنا غندخل للجنة ووالدية غديدخلوا الجهنم فنورمال مو منطقيا إلا أنا في الجنة وعارف والدية في جهنم تي تعدبو غدي نحس بالحزن هذا هو اللي تيقول لنا المنطيق لأن المنطيق هاتش اللي تيقول تيقول أن إلا شي واحد عزيز عليك تتألم تتعدب أنت تتحزن حيث هنا إنسان هاتش صوبين حنايا يعني الدماغ ديالنا تسافت لنا الهرمونات ديال العزن إلا شي واحد تنحبوه فيدي فانت من تجي تقول لي الجنة ما فيها الحزن يعني خاصك تقول لي كيفاش الله غايحل المشكلة انترى ما تتقول لي هذا ما تتعطيني شجواب انت غيد تقول لي بحلية تتسدع لي تتقول لي الجنة واش غادي نفقدو الدكيرة إلا غا نفقدو الدكيرة إذا ما نبقاوش حنا هوم إلا غايحيد لنا داك الفونكسيون ديال الحزن إذا نرى ما غا نبقاوش حنا هوم إلا غا نولي وبحل المهابيل بحل شي واحد تتعطيه الكين اللي تتحيد له الدكيرة ولا تتلفو ولا شي حاجة حيث أنا إلا كنت أنا غا نكون هو أنا إذا أنا وحد الإنسان أحزن وهلا غادي نولي إذا ما دم ما أعطاناش الله واحد الجواب على كيفاش غايحيد الحزن ديالي على والدي اللي تتحرقوه غا نبقا أنا تنتسأل هاتتساؤل هادرها ماشي مغلطة هاده تساؤل أنا أتساءل يعني تنسول تنسول على هات القضية كما التساؤل ديالي نيت على واحد سيدة لي مثلا راجلها عنده سبعمية ديالحور العين وهي وحدة من هاتو اللي تتنكح في إذا جيت سولت واحد لمرة في الدنيا في الحياة الدنيا مثليها واش عادية عندك أن راجلك تيدوز على سبعين مرة وانتي وحدة منهم واش عادية أنا تنظن أغلب العيالة غايقول لك لا ما شي عادية وما غنقبلش أغلب العيالة من غير بينسير كين ديما تكونوا الحماق ولكن الأغلبية في الدماغ تقول لي تم الأمور هانية أنا ولي وإحنا ساديين بحالله لنخصنين ولي سادي أنا بحالله تنشوف الناس يتحرقون وما مصوق لهم هذا هو السؤال هذه غير تساؤلات هذا رح ما شي أنا متنجيب لكم المراجع الإسلامية أنا تنتسائل فقط أما المراجع الإسلامية را كم ما قلت ترى ما تتقول ولو تتقول لك جنة زوينة جنة مخيرة را ما جاوبتني را ما أعطيتني أنتش يجواب أشغان استافد أنا إلى أن تنتسائل هذا السؤال وتأتي عندي تقول لي يا جنة زوينة ما فيه الحزن هو شنو ما فيه الحزن فينا أول جواب على التساؤل دي لذلك أنا ما زال عندي نفس التساؤل لحد الآن والدي تتحرق في جه النام كيف غان ما حزنش عليها كيف واش كينش واحد تشوف لدوتي التحرق في العافية إلى أبد الآبي دين وما غاي حزنش واش الله غاين سيني إلا الله غاين سيني إذا راح ييد لي الذاكرة ما بقيت الشخصية دي لي ما بقيت هي هي فما عرفتش صديقي يعني أنا ما يبنش لي هادش اللي قلتي يجواب صراحة أوكي لا راما كينش شفع موالو كين الناس اللي ما شفع فاش هتشفع لواحد اللي كافر كيف ش واحد كافر هتشفع له يعني واحد كافر راما شي مسلم الحسن ديالو كانوا نقصين شوية على السيئات ولا شي حاجة كافر 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 خالد خالد في جهنم واش انتهي ده بمرتد بغي ما زل تخلجنا ولا معانا واحد المو الحيد بغي تخلجنا بالشفاعة والله الى معانا اوه هنا يا واحد بغي تخلجنا بالشفاعة فهم تصدق يعني هو مو الحيد بمبرع معانات النهار وما طال هو تيسخر من الدين ولكن بغي تخل بالشفاعة بغي تنكحنا ولا كل نق في نفس الفلاسة ولا ملاعبينش كل نق كلنا في نفس الفلاسة اخوة اوكي ام معانا شي صلعومي عنده عنده اعتراض على هذة المسألة ولا شي جوا بيعون فهد فقط الدكرة قبل ما نمشي سكالو اوكي خسير اخويا سكالو على الله بالله سوف لك نحييت لك اللعي بس اوكي طلع اخويا سكالو انت صلعومي اه سي هشام انا اخويا 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 محيرة كيف سيطهم الناس انت اخويا ان reconstruct النصص الاسلامية تصاعد لوافي الاسلام件 لا الحزن أنت كتدخل رأسك للجنة كتتأمن بأنك دخلت إلى الجنة وكتقول كيفاش ما غاني حزنش على أهلي يا شادي شادي هذا لا تخاربني قاسيشة أنت دخلتي يعني أمنتي أنك غالتدخل إلى الجنة بالمنظر الإسلامي ولكن الحزن ما عجبك تحييتي قلتي كي غير يدير لي الله وعليش أمنتي أنك غالتدخل إلى الجنة أصلا يعني أمنتي بهذه والأخرى ما أمنتش بها حيث بمجرد ما تفترض بأنك دخلت لديك الجنة الإسلامية إذن طب إذا نتال حزن رأسك ultimate بالمنظر الجنة الإسلامية إنت من لا تكون فهمتين ربما فهمتك فهمتك كيفاش إنت انت تخيلت inward خالتي إلى الجنة سواء بكت الداكيرها سواء بكت الذاكيرا ما كيهمناك فكيهمنا نتضحى ولا تبحى ولا تشعى ولا تعرق هذي القاعدة وصلت للفكرة. شكراً يا أخي سكالو. أوكي أنا نجاوبك. عباش ما يكونش. أسمح لي يا رأي. نو هاني هاني. مش مشكلة. عباش ما يكونش الاي كود. كشيرا سترك لك الرد. يعني تا سولتي سؤالك. عباش ما يكونش الاي كود لنا. لهضرات التعالي. أوكي. آآ. هو المشكلة راح ما كاينش في. دخول الجنة. دخول الجنة راح ما شي هو المهم. راح لها علاق. يعني هاد تخلج الجنة. ولا ما غاد تخلش. آآ. المشكلة كاين في التساؤل. لي. تساؤل. لي. ما زال ما. أعدناش جاوب عليه إسلاميا. أما المسألة ديال. أن كاينة واحد البلاصة اسميتها جنة. ونفرضوا بأنها كاينة. ما دعا ما شي. ماشي إشكال. تا واحد ما جاهنا قال لك إشكال ديال الجنة كاينة. ولا ما كايناش. حنا ما تيهمناش. واحد الكائن ميطافيزيقي. دار واحد العوينة. ودور عليها جوج نخلات. وشجرة ديال. اللوز. ولا ما نعرف ما تيهمناش حنا. هذا ما. ما مشي. ما عندنا تشي تساؤل منطقي في هذه القضية. لحد الآن. دعا نفترضوا. أن هذه العوينة. وهت جوج نخلات كاينين. نعنا التساؤل. في أن. كاين واحد الحاجس. اسمي الجهنم. واحد الحاجس. اسمي الجنة. يعني واحد البلاصة فيها البنادم مبرع. واحد البلاصة بنادم تتخشو في العصي. يسففد إلى ما لا نهاية. وتتحرق بالعافية. فكاين الناس. الناس ما تدخلوش حسب العائلات. يعني واحد من العائلة. دعا عائلته كلها تدخلوا صحابه كاملين. تدخلوا الجنة معه. لا. تقدر أنت تدخل الجنة. ومرتك تدخل الجهنم. تقدر أنت تدخل الجنة. وولدك يدخل الجهنم. إسلاميا هذا ما صحيح. تقدر تدخل. أنت ووالديك يدخل الجهنم. يقدروا والديك يدخل الجنة وانت تدخل الجهنم. بحال هذا أنا مثلا لو كان الإسلام دين الحق. وهذا الشي كامل الذي تعتبره احنا خرافات صحيحة. فأنا سأدخل الجهنم خالد فيها. يعني باخير. أنا مرتاح من هذه النحيات. غير المشكل. أن والديك يدخل الجنة غالبا لأنه ماتوا مسلمين. إذا كان هذه الخرافات كلها صحيحة. سأدخل الجنة. فكيف هاش داب الموقف ديال هاد والديا اللي دخل الجنة. وهما عارفين بأن ولدهم تتحرق. في جهنم. واش ما غيتسوقوش ليه. واش غايحزنوه. هنا منت تتسول إسلاميا أنت يجاوبك الجواب اللي كلتين تهنيت. واش جنة مفيهاش الحزن. أوكي. مفيهاش. يعني الله حييد الحزن على والدية. كيفاش حييدوه؟ دار ليهم عمرة فخاوية. دار ليهم برق ما تقشع. دار ليهم شي حجاب. عود ليهم البرمجة ديال الدماغ. فلاشاهم. نساهم. شنو بالضبط؟ حييد ليهم الإحساس. كدب عليهم. دار ليهم فوتوكوبي ديالي في الجنة. تشوفوا تم واحد فوتوكوبي ديالي. اللي والدية تينكح الحور العين وتياكلوا وانا تنتحرق. ومرة مرة من البعيد تيبانوا لي. تنقول لهم. ما قالوا واني دارة نتحرق. را باشي والدكم. هذا هو اللقاء. هذا الفيلم دا بات. را باشي والدكم والاخر. والدية معايش الفيلم. تقولوا ما نرى. أنا دخلت را تابع لي الله. ورا كتيما العبادة وذيك شي. ما. خايبتل تعاويد. وتقدر تكون تايا نوع من العدب. فهذه كلها تساؤلات. هذه غير تساؤلاتها صديقي. لانا. هالتساؤلات شنو تتبين. 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 تتبين تفاهد يال المورود. تتبين تفاهد يال هادشي هذا. تتبين بان هادشي تافيه. تتبين ان هادك الانسان اللي اختار هادشي هذا. ما فكرش بعيد. كان تفكيره قريب. يعني. سطحي. ما. 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 ما آاره. تطعرروا في التعقيد كامل هاد. كانوا تطعرين به. هادو الصحاب الجمال. ولدك شي ما يسولوش هذه الاسئلات. ما. سعمل تفكير من ان ها هو اوجايد في ده reasonable law. ودخلوا للجنة واللي من الحور العين. تا واحد ما تفكير بانره ممكن هو يكون fís جنة و لا قر قر ولدو بجنة. تا واحد ما تيفكر بها. وما تنتظر هاش أصلا من واحد اللي قتل بباه في الغزوة قتلوا والديهم في الغزوة يعني هو قام ما مسوق على بباه في الدنيا يتسوق عليه في الأغيرق قام ما مسوق ولكن نحن نذكرها التساؤلات التساؤلات خاصات تطرح أخويا سكالو نخليك يعني آخر هذي اللي نخصني نمشي من بعد تفضل شكرا سير على الله اس الكاو اس الكاو هذي سيلي ساودي سيلي ساودي سيلي ساودي عمرة في خاوية سير بعشاق البرازيل ما علينا السيشم ألا أبغيت ندير معك شي شي درداشا إليك كان ممكن من بعد ما شي دالا إليك كان لك شي وقت أبغيت ندر واحدة قدية من دقوة سؤال جامع شامل إليك كان ممكن إليك كان ممكن ستكون في سكايب اللي هنا تكون شو هذا الايكو اوما ما يسير سير سكايب سكايب ليس هنا لا سكايب ليس هنا أرسيت لك في فيسبوك ولكن ما كطرتش عليها في فيسبوك بني أقول لك بذلك بتي تختم بوحد قادية بغت نظر على دي الأشريكين في الإسلام هذه الشي بي سبي وكدا 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 وكلا وهاذي الخلود فنر وشي كامل لي كيبالينا أنه غير منطقي وأنه غير عادل لماذا لم تتسألوا واحد سؤال كبير جامع وشامل؟ لماذا لا نقولوا بأن الله حق والإسلام حق والله بغى هاتش يكون حقا حقا بغى هيكون كمتيني؟ بهاتش يقول لك إنه عاجبك في هاتش تتسبي والقتل والدبح والإسلام الوراثي وهاتش كامل اللي كتشوف ما عمرك بارتي هذا الفرادية بأن الله بغى هاتش يكون حقا لا يسألوا عما يبعوهم ما صوقكش بحلمت بحكي يقول لك أنت ما صوقكش هاتشي حقا بغين هيكون واللي هدر يتفرشخ اللي هدر يكون العصار فهمت ليش نقصت لك فهمت أنا عارفة بغيتك تبقى تدخلها مرة مرة في الحوارات حيث راه ممكنة راه ممكنة أوكي أنا 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 نجاوبك ونقول لك علش ماشي ممكن كوي لا لاتي هاتجاوب لي إن تبدك ضعف البشاري دي العقل البشاري فهمني إني كتقولي يا الله كيفاش غايدر الولدي في الجنة والله الله بموصفة دي الإسلام لا لا فهمتك 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 نقطة ديالك اللي أنا هدرت عليها سهيشاب سماحيينك بواحد القاضية وما ما تعتبرنيش فيها العياقة ولا فيها الفلسافة انتا المشكلة اللي كتدير هو أنك كتهدر مع إله بالمواصفات الإسلامية ديال رب الإله القادر الخالق بالعقل ديالك انتا كإنسان ضعيف فهمت هينيش تقصدت لك كنقول وكي غايدر ليهم الله وكيفاش غايدر وراه هذاك أصحب أنا ما كنقولشك الله واشكين لما كيش أنا كنقولك نفترضه أنه كاين علاش انتا كتفلسف ديالله هل انتا أصلا الإسلامي وانتا ماشي بحال الله فهمت يا سهيشام فهمت النقطة تماما كما بغيتها فهمت كي غايدر اللي والدية ميحزنوش كي غايدر اللي بابا ميحزنش وكي غايدر عندك انتا ماشي عنده هو ديك هندروعي هو وراه ماشي هو انتا واش فهمت يا سهيشام فهمتك بغيت نهدر معك أنا شي في الاخر كي نروينا أنا ماشي كنقولك هادراء كتقولك كلها غالطة أنا معك بزاب الأمور مشاكيل وذلك الشي الموعبالات الإسلام كل ما أنا معك فيهم ولكن كنشي أمور بحالك تجاوزهم شوية ماشي كنقوشك تتعمد لأنه مباين فك أنك ما كتتعمدش وما كتتذلسش ولكن كتبالية بحالك تبالغ بعض مرات كتهدر بمنظور إسلامي وكتلبس مقسي يجري الباب الإسلامي وكتنساء راسه وكتقدره كتقدره كتقول لك كتول محمد محمد يطلع في حمار وإسلاميا ماشي محمد يطلع في حمار الله اللي طلعه في حمار سبحان الذي أثرة بعبده الله هو والإسلاميه نحي هو طلع راسه أنا كانن نهدر معك بمنظور إسلامي أما إلحاذيان وكفريان بيشترى كله رغى غير ذربي قدر يقاتي بك نقول بشوف وشوف أرغب قصصي وصافي يختم اللي نرى ما بقى لي هذا الوقت بزيف باش نجوب شوف 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 رمشي حيث بغيت نزربك حيث ما عنديش الوقت بزيف خسنين فلاح اوكي انا اقول لك علاش اولا هذا النقطة هذه اللي قلتي كاينة يعني انا براسيك تن تنطرحا وتنقولها بعد المرات ان يعني هاد الاله هادا يقدر يكون قبيح يعني ما علاش حنا دايب علاش حنا خاصنا ان ديما نعطيوه شي حاجه زوينا اه يقدر يكون هو فغيمه قبيح يعني ما ها هو باغي لامور ها هاد القاعد يخويراني حاس بالإفحام لدرجة انني زدت كحالية كتر من انا كحالا اختي اللي دي افهمتي يا ربا خصني شوية خصني شي فرفارة باش نحيد لغبرة الكحلق كينجوش ديال المشاكل مع هاد القضية المشكل الاول هو الصيفات ديال هادالله انا رأى اصلا انا شخصيا واي ملحد رأى ما عندوش مشكل مع الاله ديال الربوبية يعني واحد السبب ديال الكون اللي خلق الكون وستدات مادام تا واحد ما عندو مشكلة المشكل فين تيبدأ هو تيبدأ مع الاله ديال الابراهيمية اللي منها الاله ديال الدين الصلعومي لان هاد الاله هادره ماشي غي مجرد سبب ديال الكون هاد الاله هادره عندو صيفات مطلقة من بين هاد الصيفات المطلقة انه رحيم انه عادل فهنا من تجي تتشوف انت الظلم وتتشوف اوكي باللتان ارجع الاخوان واحد دقيقة موسيقى 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 سوف يمشي تسوط الله واش هاد الشي كامل اللي قلت الحد الآن مزيان ولا غيقول علي اتا أنا عياش تالله يهبط من السمي يدير شي ودينا ويخرج يقول لهم عياش اوكي مويم رابش من تعطلش بزاف على أخونا فهد الإله الإبراهيمي عنده واحد صفات وهد الصفات هي اللي تدير ديمة على صفر الروض دائما هي الصفات لأن كل ما كانش هد الصفات هادي أنقولوا هد الله هذا يدير اللي يبغى ما سوقناش ولكن بما أنه كينا هد الصفات هادي إذا راح عندنا مشكل راح ما يمكنش انت تكون راحيم وتكون عليم وتكون قادير ويكون عندنا الشر في الدنيا راح ما خدامش هد شي ما خدامش من غير إلى انت ماشي راحيم يعني خاسك تحيد واحد الصيفة من الصيفات باش تقدر تكون منطقي أيها الله خاسك تحيد شي صيفة من الصيفات وهذا تتولي منطقي ما دم عندك هديك الصيفات وكينش شر إذا أنت ماشي منطقي إذا أنت مكينش هادي يعني هذا بنا تلخص ما تنخلش في التفاصيل هداية الخيس المشكلة الثانية اللي عندنا مع هاد شي كامل هي بلا ما نهضروا على الله شنو بغى يدير نهضروا على طبيز العين ديال هاد الله يعني دبرا ما تنهضروا شنو هو بغى يدير بغى يحيح يحيح ولكن من تدير أخطأ ره مشكل هتقول لي الله بغى يدير الأخطأ هو بغى يغلط يعني هو بغى يتبزلال عين هو بغى يكدب علينا وهنا غادي تحيد جميع المواصفة اللي كان عند الله هدا تماما تحيدهم هكلهم خصوم تحيدهم وغادي يقول لأدنى غير واحد الحيوان حمق حزقين لي مكامة ما تواحد ما فهم شي حاجة يعني بحال كاين بحال ما كاين ما كاين والو ما تشيح غير تخربيقات زربيقات فهنا علش غادي تدخليان الدين وتدخليان الإيمان المشكلة الهامية اللي تخرج لنا من هاتجوج مشاكل كبار هو أن تنشوف التناقض في الدين يعني انت عندك مثلا تتقول لي يا والله بغى يدير الفضايح يدير الفضايح ولكن تتشوف انت في الدين تدلقى بأن الله تيقول لك بأنه رأى ما تيبغيش الظلم فكيفاش حنا غادي نجمعوه أنه ما بغيش الظلم وأنه تيعاقب الناس اللي تديروا الظلم مع لوين لك حل من الجيال أخرى كيفاش غادي نجمعوه بيناتهم إذن هذا الإله هذا متناقض متناقض أنه تيعاقب على السرقة ولكن تيعطيك الغنائم تيعاقب على الزينة ولكن تيخليك تغتاص بملك اليمين تيعاقب أنك لا يعني شي حاجة اللي بصار يعني ولكن يخليك تبيعه تشريف الباشار في أسواق النخاس هنا تيبغيك بأن هذا الله رأى ما شي غير مجرد أنه مكاينش ولكن أكيد أن اللي يكتب هذا شي هذا رأى إنسان اللي تفكر غير في المصلحة دياله ولمصلحة ديال الجروب دياله ولا المصالح السياسية ولا يعني ما مكينش مكينش حاجة منطقية فضل الله أنا ضحكت شوي يا أخوي يا أحمس فالمشكلة صديقي ما شي هو المشكل الله واش بغي يدير شي حاجة ويديرها كونك أنت نتا روبو بي نقول لك أوكي شي والله كونك تير روبو بي ما نقول لك لأن روبو بي أنت ما محتاج أن تزيد صيفة مطلقة لدى الإله دعا تقول لي أخار كين واحد الإله خالق وره هو بغي الحياة تكون مقودة بحل كم ما نشوف والله صديقي ما نقدر نجاوبك ما نقدرش ما عندي باش نجاوبك وش نجاوبك ويلو أوكي ما ش نقول لك أنا أنت تتآمن بأن كين هذا ودير هادي وكين أنت حر ما يعني ما نقدرش نعطي دي زار قيم روبو بي ما ولكن من جي تقول لي الإله الإبراهيمي هو اللي يبغى لا لأن الإله الإبراهيمي متناقض من داخل دياله منطقيا ما يمكن شي يكون إلا إلى طيحة الصيفة المطلقة إلى طيحة الصيفة المطلقة هاد غادي ولي هذا بوصيب في مشكلة تشتر مثلا إلى حيتي الرحمة إلى حيتي الرحمة صيفة الرحمة ما يبقاش عندنا مشكلة تشتر ما تبقاش ولكن يجب . من الأحسن لك دفتح إليه الاستجابة وتقول راه انا تنآمن بواحد الخالق ديال الكون ولكن هاد الخالق هادره ما الداخل مع الانسان افتشي حاجة ما كيلا علاقة شخصية بيننا وبينه ما كيلا صيفات ما كيلا هدي لها دي هنا غادي نقول لك برافو عليك ركب حالك بحال نو امتيني كيش شي فرق ما بين ملحيد وما بين روبو بي ما كيش شي فرق مرحبا بك بالجروب ديالنا وهو هادك اما تبغي تدخل ديانات الابراهيمية بالإله الابراهيمي وده كش را تتحاول دير واحد تسللو الخطير اللي ما غادش يصدق لان ديم المنطق غادي هرسلك الهضراتيات المهم اخوان تشال الله وفراسكم ونشوفوا قريبا ان شاءهوا